زيلينيسكي يدعو الى اجتماع عسكري عاجل لمناشي تطورات الوضع العسكري المنهار في كورسك وبوكروفيسك ومصادر اوكرانية قائد الجيش الاوكراني سيطلب من زيلينيسكي سرعة الانسحاب العاجل الفاوري من كورسك وتغيير استراتيجية الجيش الاوكراني وقوات النيتو تطلب من زيلينيسكي التحول الى الخطة به مع فشل كل محاولات اوكرانيا في الهجوم والدفاع وكورة الشمالية بتكشف لأول مرة عن اكبر قذفة صوريخ نووية عبر القرارات في العالم وكاميلة هاريس تصنع اكبر فضيحة للحزب الديمقراطي الامريكي اثناء المناظرة الرئاسية مع رئيس ترامب تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين زيلينيسكي دعا قادة الجيش والاستخبارات العسكرية الى سرعة عقد اجتماع عسكري عاجل في المقر الرئيسي لعملية الجيش الاوكراني الموجود تحت اماق العاصمة كييف قناة ريزيدنت الاوكرانية قالت ان الاجتماع العسكري اللي هينعاقد خلال الساعات الجاية هيقوم قائد الجيش الاوكراني الكزاندر سيريسكي بطلب تغيير استراتيجية الجيش الاوكراني والتحول لاستراتيجية تانية ويطلب كمان من زيلينيسكي سرعة سحب باقي العناصر الاوكرانية الموجودة في كورسك بعد فشل العملية رسميا سبع وقلت ان القوات الاوكرانية لعبرة كورسك كانت من بين العناصر الاقصر خبرة في اوكرانيا ويهم سيريسكي سحب ما تبقى منها وانقاذ ما يمكن انقاذه بدل ما يتم تدميرها وصحقها بالكامل في كورسك بدون اي فايدة وقال كمان سيريسكي ان البرد هيبدأ في روسيا خلال الايام الجاية ويكون من الصعب جدا استمرار باقي القوات الاوكرانية في كورسك في العراء بدون امدادات او تعزيزات كنت لسه من يومين فاتو بقول ان معارك الشيطة هتبدأ في روسيا وان معارك الشيطة محتاجة تجهيزات اكتر محتاجة طاقة اكبر محتاجة اكل اكتر وده اكبر من قدرات الجيش الاوكراني تماما دلوقتي سيريسكي بيقول نفس الكلام ان الشيطة هيدخل في روسيا واوكرانيا وان اوكرانيا ما عنداش اي امكانات او اسال كافية لمواجهة حرب الشيطة الروسية في كورسك وعشان كده هيطلب سيريسكي من زيليسكي سرعة الانسحاب من كورسك وانهاء العملية باسرع وقت ممكن لكن المصادر الاوكرانية قالت ان احتمال زيليسكي يرفض الانسحاب من كورسك في الوقت الحالي لحد اجتماع الامم المتحدة اللي يحصل كمان 12 يوم يوم 23 سبتمبر عشان ما تعرضش زيليسكي للحرج من جانب قوات النيتو بعد فشل عملية كورسك رسميا العجيب ان زيليسكي بيحلم دلوقتي انه ممكن يسحب قواته من كورسك في ظل الحصار الضارب الروسي وفي ظل تواعد بوتين بنفسه انه هيتولى امر حسم حرب كورسك بنفسه وقال بوتين ان محدش هيخرج سليم من كورسك باي حال بالتالي اعتقد ان سيريسكي عايز ينظم خطة انسحاب عشوائية بالضبط بدون تخطيط وبدون تنظيم وده ينتج عنه تدمير ما تبقى من قوات اوكرانيا المختبئة دلوقتي وسط الغابات اسناء الانسحاب يعني قرار الانسحاب العشوائي من كورسك هيكون زي عدمه بدون اي فايدة وبقى العناصر الاوكرانية هتتضمر وقت الانسحاب من كورسك ووقت تخرجها من قلب المخابئ وقلب الزراعات اللي كان بتحميها نوعا ما يعني مفيش فايدة من الانسحاب يا سيريسكي انت خلاص خسرت كل قواتك في مغزرة كورسك وبكده بتضع روسيا دلوقتي لمسات الاخيرة لانهاء العملية رسميا وسدل السطار على العملية الهزلية المسمى باكتياح روسيا وكورسك كنت تسمع منشطات قنوات اليوتيوب لبعض الناس السازجة والصحف العبيطة وهاي بتتكلم عن عملية كورسك كنت تحس ان خلاص زي لنيسكي احتل روسيا وهيوصل موسكو واختر حاجة كانت بتضيقني فعلا اما شف تعليقات بعض الناس في بدايات عملية كورسك تقول انت ما سمعتش قناة مش عارف مين بيقول ايه انت مش متابع الوضع العسكري انت بتطابل وخلاص انت بتقول اي كلام انت بتخبي على ايه مش عارف ايه يا جماعة الحرب زيها زي اي علم في العالم لا قواعد واصول وضوابط وقوانين وافكار ما ينفعش تقصر القواعد دي بمنتاسة زاجة واتفكر انك تنتصر في الحرب بالعشوائية والهبل وده اللي خليني اطلع اقول في اول حرب او في بدايات عملية كورسك ان الحرب هتفشل تماما واهتبع مقزرة بالمعنى الكامل لقوات زي لنيسكي ودي مش عبقرية مني ولا حاجة انا رجل مهندس مدني يعني مش عسكري لكن انا عارف ان اوكرانيا لا تطبق اي قواعد حرب معروفة اوكرانيا من اول الحرب بتحارب بمنتاسة عشوائية بتهاجم في ارض مكشوفة في روسيا بدون غطاء جوي بدون دفاعات جوية بدون تمهيد نيراني دي يا جماعة قواعد الحرب المعروفة ماينفعش تهاجم اراضي العدو بدون ما يتم اسكات اصوله الدفاعية من المطارات مرابد المدفعية مواقع القوات ولازم القوات بتاعتك وهي بتتحرك تكون تحت مظلة جوية كسيفة من الطائرات والدفاعات الجوية عشان تقدر تأمن قواتك اللي بتهاجم في اراضي العدو دي يا جماعة اصوله قواعد الحرب وهكذا فانت ما تروح تهاجم روسيا في كورسك بدون ما يكون عندك قوات جوية ولا دفاعات جوية كسيفة ولا انت قمت بتمهيد نيراني ولا انت نجحت في اسكات المطارات الروسية او اسكات مرابد المدفعية فحتما عملية كورسك محكم عليها بالفشل من اول يوم من اول ساعة فما كنتش محتاج ان استنى شهرين عشان استنى ورائب وشوف وانتظر النتاج العسكرية عشان احكم على كورسك هل تكون عملية نكحة ولا فشلة لان بالمنطق والقواعد والعلم العسكري المعروف عملية كورسك فشلة بالمعنى الكامل من اول ساعة دايما في كتب العسكرية والاستراتيجيات بيعرفوا الحرب على انها علم وفن الحرب علم لان الحرب لها قواعد ونظريات يجب ان تحترم تماما وكمان الحرب فن لان تطبيق قواعد الحرب محتاج زكاء محتاج عبقرية محتاج مرونة محتاج فن زي كده اللي بلعب شطرانج بالضبط الشطرانج زي الحرب لها قواعد معروفة العسكري بيتحرك خطوة للامام الحسان بيتحرك على شكل حرف قل الطابعة بتتحرك خطوط مستقيمة الوزير بيتحرك في خطوط مستقيمة وزوايا ميلة وهكذا دي يا جماعة القواعد المعروفة للشطرانج والكل عارفها كويس اوي لكن انك تلعب بشطرانج والطابعة القواعد ديت لازم تكون محترف لازم تلعب بزكاء بقدر من المرونة التخطيط التكتيك زي الحرب بالضبط علم وفن واوكرانيا ما شاء الله لا عندها علم ولا عندها فن ولا بتلتزم باي قواعد عسكرية ولا بتخط حرب باي قدر من المرونة والزكاء والتكتيك يعني عشوائية في منتال عشوائية سنتين ونص تخبيض عسكري وتحركات وهجمات غبية مملة مقررة فلي كان مستاني ان اوكرانيا تنتصر على روسيا في كورسك وقع في اكبر خدعة صنعتها الميدة الغربية وصنعها الاعلام الغربي او الاعلام العربي الفاشل بتاعنا وبعض من قنوات يوتيوب الغبية جدا النيتو دلوقتي بيطلب من زيلانيسكي سرعة التحول الى الخطة به وتغيير الافقار العسكرية سبحان الله كنت لسه امبارح بقول ان اوكرانيا مش عارفة تغير افقارها ومش عارفة تتحول او تنتقل منها الاستراتيجية الى التكتيك وابتخط حرب مع روسيا حرب مقررة بنفس الافقار بنفس الملل دلوقتي الغرب بيطالب زيلانيسكي بالاتكلمة عنه امبارح واضح ان الغرب بيتابع فيديوهاتي وبينقل منها تخيلوا زيلانيسكي دخل الحرب مع روسيا عشان يستعيد حدود 1991 اللي كانت فيها القرم جزء من اوكرانيا يعني زيلانيسكي ما كانش عايز بس يستعدون بس وزابوريجيا من روسيا لكن كمان عايز ياخد القرم فانيتو بيقول دلوقتي لزيلانيسكي اصحى من النوم انت مش عارف تعمل اي حاجة وحاول تغير افقارك بسرعة وتتحول الخطة به الخطة بيئة للغرب عايزها دلوقتي من زيلانيسكي خاصة لو ترامب اصبح رئيس امريكا القادم هيكون سرعة حل للازمة سلميا وطرق جزء من اراضي اوكرانيا لروسيا مقابل احلال السلام وانهاء الحرب العبسية هي دي رجال الخطة به الخطة الوحيدة اللي تصلح لاوكرانيا في الوقت الحالي لان لو زيلانيسكي ركب دماغه واستمر في الحرب الفشلة مع روسيا بوتن هيكتسح كل اراضي اوكرانيا فالغرب عايز يحمي ما تبقى من اوكرانيا من السقوط الكامل تحت اقدام قوات بوتن كوريا شمالية كشفت انبارح لأول مرة عن اكبر قذيفة صواريخ نووية عبر القرارات ICBM في العالم وهي شحنة عملاقة ب12 محور او 24 عجلة وديها جماعة اكبر من قذيفة صواريخ هوا سونج 17 اللي كانت الاكبر في العالم المكونة من 11 محور بس كوريا شمالية كل شوية بتعمل اعجاز عسكري بالمعنى الكامل وعملت دلوقتي قذيفة صواريخ الاكبر في العالم عشان تشيل صواريخ هوا سونج 18 الوحش النووي الكوري الشمالي الجديد المخصص لضرب جميع اراضي امريكا وتخطي وسائل دفاعات الصاروخي الامريكية وبيوصل مدى صاروخ هوا سونج 18 حوالي 15 الف كيلو متر وبيطير الصاروخ الكوري الشمالي بسرعة 27 مخ يعني هيبر سونج من اسرع الصاروخ في العالم وبيعد اكبر صاروخ باليستي متحرك محمول على الشحنة في العالم وبيشتعل بالوقود الصلب عشان يكون جاهز خلال ثواني بس لتوجيه ضرب نووية صاحقة ضد امريكا والنيتو كاميلا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي كانت لابسة امبارح حلق جوا سماعة عشان تطلق الاجوبة المثالية لأسئلة ترامب في المناظر الرئاسية يعني كان بيتم طلقين هاريس بالاجوبة والردود المتازنة زي كده رجال اي ممثل مصرحي على خشبة المصرح وطبعا حاملة ترامب نزلة فيها سلخ دلوقتي لان اللي حصل امبارح فضيحة وغش والأثر قوي على نسبتها في الفوز امام ترامب كاميلا هاريس ما بتعرفش تتكلم كلمتين على بعض ومستوى الثقافي صفر وما عنداش اي حاجة تأدمة للعالم غير دحكتها العجيبة زي كده ما وصفها بوتين هي دي يا جماعة للامريكان عايزينها دلوقتي تشيل الحقيبة النووية وتكون امينة على الزر النووي وتتحكم في الغواصات والصوريخ الامريكية انا مش فاهم هو ايه اللي حصل للامريكان بجد يعني هل ده الشعب اللي بنسمع عنه كتير جدا انه شعب مصقف ومتطور ومتقدم ومتفتح وملم بالامور الداخلية وقارئ جيد ازاي الامريكان اختاروا بايدن قبل كده وبعدها بيرشحوا دلوقتي كاميلا هاريس اللي مش عارفة تتكلم كلمتين على بعض وبتعتمد على سماعة داخلية عشان تاخد الاجوبة المثالية على اسئلة ترامب بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكراب للقناة كمان اشتراك في القنوات الاحتياطية هسيب لينكات القنوات الاحتياطية في اول تعليق وفي صندوق الوصف اسفل الفيديو كمان يا رجال اللي عجبوا الفيديو يدوس زر اللايك يعني يعمل اعجاب للفيديو لان القناة فاتقية شديد جدا ويبتمنع وصول الفيديوهات للناس ولازم نسبة الاعجاب تبقى عالية جدا اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته